مساء الخير زوار في الجول دوتكم أهلا بكم في لايف جديد على في الجول النهاردة هنتكلم عن فوزي الأهلي على النجم الساحلي 1-0 مبروك لكل مشجعين النادي الأهلي التأهل لربع النهائي اقترب علشان يلحق بالزمالك اللي ضمن تأهله بالفعل الربع النهائي وكمان المصري اللي النهاردة ضمن تأهله رسميا مع بيراميز الربع النهائي كأس الكنفدرالية علشان يبقى عندنا أربع ممثلين لمصر في بطلطية أفريقيا في ربع النهائي في الدور المقبل إن شاء الله لكن لحد دلوقتي الأهلي لسه ما حسمش تأهله الأهلي محتاج على الأقل نقطة من السودان في مباراته الأخيرة ضد الهلال السوداني أما النجم اللي النهاردة ما كانش زعلان من الخسارة وده الناس شافته في تعبيرات وش جريده وتعبيرات وش لعب النجم عقب المباراة وحتى تصريحاتهم لوسائل الإعلام لأن عندهم لاتينيوم في المباراة الأخيرة في تونس تلت نقاط مضمونين الحقيقة بكل شكل من الأشكال مضمونين علشان النجم يكون قريب من التأهل في الصدارة في حالة انتهاء مباراة الهلال والأهلي بالتعادل أما في حال فوز الأهلي على الهلال في السودان فوقتها الأهلي يتأهل هو في الصدارة والنجم يتأهل في الوصفة شوية حسابات كده ممكن نتكلم فيها شوية قبل ما نتكلم على مطش النهاردة الأهلي محتاج إيه في الجولة الأخيرة بعد فوزه النهاردة واحد سفر الأهلي كده عادل الخسارة اللي اخسرها من النجم في الجولة الأولى واحد سفر علشان يبقى ميزان المواجهات المباشرة ما بينهم واحد ثابت الأهلي علشان يتأهل رسميا من غير أي حسابات بقى ومن غير ما يدخل نفسه في حزبة بيرما زي ما بنقول فهو محتاج إنه هو يكسب الهلال في الجولة الأخيرة ويتأهل في الصدارة طيب الأهلي مكسبش الهلال حيعمل إيه؟ هيتعادل مع الهلال في السودان ويتأهل يا إما في الصدارة في حالة خسارة النجم من بلاتينيوم أو يتأهل في الوصافة في حال فوز النجم وده المتوقع على بلاتينيوم يعني الأهلي عنده فرصتين ليه الأهلي دخل نفسه في الحزبة دي كلها؟ لأن الأهلي تعادل في الجولة اللي فاتت الجولة الرابعة مع بلاتينيوم في زمبابوي وبيدي النتيجة الوحيدة أو النقطة الوحيدة اللي خدها بلاتينيوم في المجموعة كلها ومن هنا جات مشكلة الحسابات يعني إحنا من قبل البداية كنا عارفين إن بلاتينيوم هيبقى حصالة كل الفرق في المجموعة وفعلا كل الفرق فازت عليه زهابا وقيابا معدى الأهلي فاز عليه هنا في مصر وتعادل معاه واحد واحد في زمبابوي النجم فاز عليه في زمبابوي وحيلعبه في الجولة الجاية في تونس ثلاث نقط ممكن نقول عليهم مضمونين الأهلي دلوقتي لسه الموضوع في إيده بعد ما قدر النهاردة إن هو يكسب النجم فخلاص هو ما بقاش محتاج غير التعادل بس في السودان بدل ما كان ممكن يصعب الدنيا على نفسه ويتعادل مثلا النهاردة ويبقى محتاج إن هو يكسب في السودان لا الوضع دلوقتي ممكن نقول بقى سهل شوي على الأهلي خصوصا إن إحنا شفنا الهلال بيخسر من النجم في السودان في الجولة اللي فاتت فالموضوع إن شاء الله مش هيكون صعب على الأهلي هنتكلم شوية وبعد كده هقرأ تعليقاتكم وكومنتاتكم وأسئلتكم عن مطش النهاردة علشان لو حد حابب إن هو يسأل على حاجة بس خلوني كده أردش معاكم الأول إزاي المطش ماشي إزاي الأهلي قدر إن هو النهاردة يحسم الفوز الحقيقة بصعوبة كبيرة جدا وده ما كانش متوقع لأن المفترض إن الأهلي في مرحلة هو ضامن بشكل كبير السباق بتاع الدوري فارق عن المقاولين الوصيف فارق عن الزمالك فارق عن الاتحاد فهو من المفترض إن هو في راحة شوية في الدوري كمان مباراة أمبي تم تأجيلها مباراة أمبي اللي كان مفروض تتلعب يوم الأربع اللي فات تم تأجيلها مباراة الأهلي النهاردة بتتلعب من المفترض إن اللعيبة واخد قسط كافي من الراحة وفعليا هم كمان برضو مش هيلعبوا الإسبوع ده في الدوري هيروحوا على السودان على طول فكان من المفترض إن يبقى الأهلي أحسن بدنيا من الحالة اللي ظهر عليها النهاردة النهاردة فيلر فاجئنا كلنا بخروج أفشة من قايمة المباراة ولعب الحقيقة من غير صانع ألعاب صريح يعني إحنا شوفنا التشكيل ضم أحمد الشيخ وحسين الشحات وجونيور أجيه وكان حسين الشحات هو يعني ممكن نقول أكتر لاعيب من الثلاثة موجود في عمك الملعب أحمد الشيخ وجونيور أجيه كنوا موجودين أكتر على الترفيب والحقيقة إن حسين الشحات ما ظهرش بأفضل أداء ليه في المركز ده يعني إنت وإنت بتتفرج على المطش بتحس إن لو القفشة مش موجود في الملعب الطبيعي بقى وليد سليماني يبقى موجود في الملعب لكن يمكن علشان فيلر محتاج وليد سليمان محتاج خبرته محتاج أداءه في المباراة الأخيرة ضد الهلال فالنهاردة ما كانش يعايز يديله المشاركة الأساسية كان عايز يديله يعني ده أي قليلة زي ما شفنا في نهاية المباراة علشان يريحه يحفظ على مجهوده البدني لكن ده كان عامل مشكلة للأهل النهاردة في العمك لأن الأهل في بداية المباراة كان بيهاجم من الأطراف كان مطير محمد هاني وعلي معلول فكان فيه مساحات كبيرة جدا وراهم قدر النجم أنه يستغلهم بقرطين القرطين تقلق فيهم محمد الشناوي ويمكن كانت أختارهم من كريم العريبي اللي تجاوز ياسر إبراهيم بسرعة كبيرة جدا لولا تقلق محمد الشناوي اللي النهاردة ممكن نعتبره من أبرز نجوم الأهلي فكان فيه مشكلة في عمك الأهلي الحقيقة أن المشكلة دي كان ممكن تستمر لولا توقيت الهدف الأهلي فعليا قبل الهدف ما كانش ليه أي فرص خطيرة أو بلاش نقول قبل الهدف يعني قبل ثلاث دقايق من الهدف ما كانش ليه أي فرص خطيرة على مرمى النجم الساحلي لكن الأهل استفاق في الثلاث دقايق دول عمل فرصتين خرجوا من على خط المرمى والفرصة التالتة سجل منها جونيور أجائي والحقيقة أنا بشيد بدور أحمد الشيخ يعني الناس كلها بسط على أحمد الشيخ إن أحمد الشيخ قالش في كورة الجول فالناس كانوا بتتريق لكن الحقيقة إن أحمد الشيخ هو اللي قطع الكورة رجع الحقيقة نص ملعب الأهلي عشان يعمل دور الدفاع المميز قطع الكورة وكمل بها في العم كما ما اتطرفش لأنه وقتها حسين الشحات كان هو اللي موجود على الطرف وقدر إنه هو يوصل لقرب منطقة جزاء النجم ويوزع كورة حلوة لعلي معلول ومن علي معلول لأحمد الشيخ أحمد الشيخ قالشت منه راحت لحسين الشحات اللي كان موجودة على الطرف وده الشكل ده أو التركيبة دي في الجول بتوضح لك إزاي النهاردة كان بيفكر أو كان بيلعب في غياب أفشا أو في غياب صانع علعاب صريح أول النهاردة ابتدى باحمد الشيخ وحسين الشحات وجونيور أجايه بس زي ما كان في أول الدوري بيعمل روتيشن في خط الهجوم بيبقى فيه لا مركزية في الهجوم بتلاقي مثلا رمضان نحية اليمين والشحات نحية الشمال وبعد كده بيعكسه جونيور أجايه مهاجم وبعد كده تلاقي جونيور أجايه هو اللي موجود على الطرف ورمضان صبح اللي في العمق لأ النهاردة كان التلاتة اللي تحت مروان محسن هما اللي بيبدلوا بالشكل ده يعني حسين الشحات كان موجود شوية في العمق في كرة الجول كان أحمد الشيخ هو اللي موجود في العمق وحسين الشحات هو اللي كان في الطرف وبمجرد دخول علي معلول عشان يلعب العرضية جونيور أجايه يتحرك لمنطقة جزاء النجم علشان يستقبل الكورة ويسجل في الشوط الثاني يمكن الأهلي يقل أداءه شوية وده نتيجة التحفز لأنه طبعا ما كانش ينفع فيلر يكمل بأسلوبه ويدي حرية المشاركة في الهجوم لمحمد هاني وعلي معلول لأن النجم كان هيحاول أنه يعدل النتيجة ساعد الأهلي على تنفيذ فكره أنه هو يلعب بهدوء أن النجم نفسه ما كانش فارق معه نتيجة المطش يعني النجم نفسه نتيجة 1-0 دي كانت نتيجة كويسة لي هو في النهاية مخصر يعني مخصرش فارق المواجهات المباشرة مع الأهلي وفي نفس الوقت هو ضمن التأهل بشكل كبير علشان عنده بلاتانيوم في الجولة الأخيرة فما هاجمش بكل صفوفه ففي نفس الوقت الأهلي كان بقدر أنه يعتمد على محمد هاني وعلي معلول هجوميا من شوية للتانية لكن مش بالشكل اللي كان موجود في شرط الأول في شرط الأول كان علي معلول ومحمد هاني دايما موجودين في نص ملعب النجم شارك كهرباء كهرباء يعني حاول أنه هو يصنع بعض الخطورة وكان طالب في لقطة براكل الجزاء شارك بعد كده وليد سليمان وفي النهاية خالص شارك أليو باجي لكن أليو باجي الحياة يعني ما كانش فيه لقطات تقدر تحكم عليها فلسه محتاجين نتفرج على أليو باجي أكتر مع الأهلي لكن قبل ما خلص كلامي فيه لقطة كانت مهمة جدا قبل تبديل أليو باجي وهو تعرض محمد الشناوي للإصابة طبعا أكيد كل الناس الآن على محمد الشناوي لأن محمد الشناوي قدم أداء مميز جدا في بطول الدوري يا بطال أفريكا ومقدم أداء مميز جدا مع الأهلي في الدوري ففيه نوع من أنواع القلق عليه إن إصابته ممكن لقدر الله تطول لحد مباراة الهلال لكن أنا عايز أتكلم في حاجة تانية خالص إن محمد الشناوي في اللقطة اللي ظهر فيها بعض الإصابة ما كانش قادر يتحرك على رجله وكان بيزك على رجله فلو كان فعلا محمد الشناوي مش قادر ما كانش من نفترض إن هو ييجي على نفسه علشان أليو باجي ينزل لا كان الأحسن حتى لو كان اللي ميتباقي دقيقة واحدة بس إن هو يخرج من الملعب وينزل شريف إكرامي لأن الحقيقة أنت يعني مش ضامن النجم كان ممكن يروح بكورة عاملة إزاي فما فيش نوع من أنواع المغامرة الحقيقة في مطش مصيري زي ده لو كان فعلا محمد الشناوي مصاب ده لسه حنعرفه إن شاء الله من تصريحاتهم ومن اللي حينشر الأهلي بنشرته طبعا الإعلامية عن المصابين لكن لو كان محمد الشناوي مصاب فكان الأفضل إن هو يخرج علشان الأهلي يقدر يحفز على راحته وثقته في الملعب وما كان يعني ما كان عادي أو كان عادي إن أليو باجي النهاردة ما يشاركش ما كانش الموضوع هيبقى يعني محبط لباجي اللي كان فعليا بيستعد إن هو يرجع لدكة البدلاء في حالة نزول شريف إكرامي خلوني بقى استقبل أسئلتكم وتعليقاتكم بشكل عام يعني مش شرط تكون أسئلة خلينا نشوف أنت شفتوا إزاي النهاردة انتصار الأهلي وشايفين حظوظ إزاي الأهلي في التأهل وإيه اللي محتاجه الأهلي عشان يظهر بأداء أفضل وإيه اللي محتاجه الأهلي يعني إن شاء الله قبل ربع النهائي طيب محمد الشيخ بيقول كارابة العشر دقائق اللي لعبهم مكانوا جنين وأسست الباشا نوفل بيقول الأهلي خسر ثلاث نقط غالية جدا جدا طبعا هو يصد الخسارة من النجم والتعادل مع بلاتينيوم في زمبابو عباس جمع بيقول فين أفشا اليوم وهال رمضان صبحي حيلحق الهلال أفشا الحقيقة ما كانش مصاب أفشا كان موجود في قائمة المباراة وخرج منها بشكل مفاجئ كلنا تفاجئنا الحقيقة من قرار فيلر يمكن هو عايز يحفز عليه علشان يلعب أساسي في ماتش السودان رمضان صبحي رجع للتدريبات ومن المفترض أنه هو يعني لسه شوية لحد ما ياخد الإذن الطبي من الجهاز الطبي للأهلي فأعتقد أنه هو هيجيب عن ماتش الهلال هلال الدالي شايف أن فيلر كان غلطان في التشكيل عمر إدريس بيسأل عن أداء مروان محسن الحقيقة يعني مروان محسن النهاردة ما راح تلوش كوار كتيرة بس هو كان مميز جدا في الضغط وكان في لقطة منهم غلط حارس مارمن نجب وانت طبعا يا عمر لو كنت خدت بالك وتأتلاقي فيلر بيسأفله دايما في القوار اللي بيروح يضغط فيها أنا شايف أنه هو عمل أداء كويس نظرا لأن الأهلي كله ممكن نقول أنه كان أداءه متوسط فمروان محسن ممكن نقول أنه كان بنفس الأفريج ده كان بأداء الأهلي الزز عشور الدرندالي بيسأل ليه قفشة برة 18 لسه فيلر ما أعلنش بس أعتقد عشان حيلعب أساسي مباراة الهلال جولدن بوي بيقول البداية بولي سليمان أفضل من النهاية أتطفق معاك أنا ده اللي أنا قلته لو كنت اتفرجت علي من بداية اللايب محمد أحمد بيقول ما فيش تواصل بين الخطوط مروان عايز تشوفه الديولوكرات اتطفق معاك تدوير فيلر من ظاهر مروان ولا هيظهر باجي الأهلي محتاج محمود متولي أساسي بدا الربيعة ده الباز نصار يعني محمود متولي الحقيقة ظهر بشكل كويس جدا في مباراة المقاولين بس خد بالك برضو يا باز إن هو ظهر بالأداء ده في نص الملعب محمود متولي من اللعيبة اللي انت تحبها لإن هو بيقدر إن هو يلعب مدافع بشكل كويس وقدر يلعب في خط الوسط بشكل كويس فأعتقد إن فيلر حيستخدمه في الحيتتين دول الفترة الجاية مصطفى رجب شايف مباراة الأهل المقبلة مع الهلال إزاي أنا شايف إن الأهل يقدر يستغل ظروف الهلال السيئة جدا الحقيقة إن هو الهلال مش في أحسن حالاته حتى كمان وصوله للنقطة التسعة مش معناه إن الفرقة يعني بيتقدم أداء كويس بالعكس يمكن حتى مشجعين الهلال نفسهم مش راضيين على الأداء حتى بعد رحيل كتن حمادة صدقي فأعتقد الأهل إن شاء الله يقدر يخطف على الأقل التعادل من أم درمان وليه ما يخطفش الفوز زي مع عمل النجم محمود إبراهيم زعلان من أداء ربيع وهاني ومروان محمد عنطر حمدي فتح يرجع إمتى للأغلب يا حمدي للأغلب يا محمد حمدي فتحي هيجيب لحد نهاية الموسم هنشوف النهاردة كمان حواره في قناة قونة سبورت كلنا نتفرج عليه ونشوف هو هيقول إيه الكبير الشهينة بيقول إيه العك في توظيف اللاعبين لازم كل اللاعب يبقى في مكانه يعني أتطفق معاك يعني بشكل كبير بس في النهاية دي قناعات مدير فني دينا سكر بتقول أحسن محلل شكرا يا دينا إسلام عثمان بيسأل عن أداء بجي الراجل لعب ديئة واحدة بس يا عثمان يعني هنتكلم إزاي عنه زيكا زيكو بيقول إيه السبب إنه يلقى بكهرباء بديل بص يا زيكا المدربين الكبار عندهم كده فكرة أن أنت لما يبقى عندك تشكيل ثابت في أرض الملعب وبيحقق انتصارات الأحسن أن أنت مديش عليه يعني ما تغيرش فيه وهو ده اللي بيعمله دلوقتي فيلر التشكيل الموجود حتى في وجود أحمد الشيخ بيقدم أداء كويس جدا فمش منطق إنه دلوقتي يخرج أحمد الشيخ علشان يدخل كهرباء أو يخرج حسين الشاحات علشان يدخل كهرباء ده غير إن برضه يعني كهرباء لسه عنده شوية وقت علشان يجيب المستوى اللي كان عليه الموسم اللي فات فاتقل الزوز عشور الدرندالي تاني بيقول ربيع علامة السفام كبيرة النهاردة الحقيقة أنا شايف نخط الدفاع كله محمد أمين رامي ربيعة مستوى وحش الفترة دي ليه برضو ما ننساش إنه هو يعني ضغط المطشل ده مأثر على الأهلك كل حقيقة يعني أنا مش شايف نرامي ربيعة بس هو اللي ده متأثر أبو مصطفى بيقول He must keep each player in his location ده كلامه طبعا لفايلر هو بيقول إن لازم فيلر يحفز على كل لاعب في المكان بتاعه أو اللي حرجع تاني وقول لك إن دي قناعات مدير فن شنودة جورج صليب بيقول الهلال فريق قوي جدا على أرضه مع الزات مع الفرق المصرية فلابد من التحضير القوي والجايد للمباراة أكيد يا شنودة أدهم إبراهيم نفس الكهرباء يبدأ أساسي محمد بيقول الأهل النهاردة ضعيف علي ويكا الأهل صعد ولا لسه لاقي علي الأهل محتاج نقطة من السودان عشان يصعد حليم النجار أعتقل إن بجي بان من عدد لمساته إنه جايد هو مهاجم جايد هو مهاجم جايد دي ما فاش كلام لا إما ما كانش الدفع فيه الفلوس دي كلها لكن إنت علشان تحكم عليه بقى بشكل كامل تحكم على تحرقاته تحكم على استغلاله للفرص تحكم على أداءه في الملعب بشكل كامل أنت أكيد محتاج تتفرج عليه فترة أطول أحمد مبابي فين أفشا؟ أفشا خرج من القايمة ومتعلنش سبب الخروج محمد بيقول الأهل حيصعد أحمد عبد والأهل النهاردة كان نص الملعب مش كويس أتطفق معاك لأن كان في مشكلة في عدم وجود صنع ألعاب يزيد مع السولية وأليو ديانج إسلام شعبان بيقول هو إحنا محتاجين صنع ألعاب جنب أفشا وليد سليمان بيقدم الدور ده طيب أحمد مصطفى كامل بيقول أليو ديانج النهاردة علامة استفان في نص الملعب بدأ المطش بشكل مش كويس وبعد كده أعتقد أنه يتحسن بشكل كبير في كرة كمان كانت الحقيقة ممتازة جدا هجمة مرتدة كانت مع كريم لقريبي اللي كان سابق واضح أنه أسرع من كل تفاعل أهلي وقاله ديانج يقدر أنه يرتد بسرعة كبيرة جدا ويستخلص الكرة من غير فاول كانت الحقيقة مميزة جدا وأعتقد أن الكرة دي كان ممكن في النهاية تخلص بجول للنجمة لأنها كانت من مرتدة بعد دراك الأركنية للأهلي طيب محمود بيسأل هو مطش الأهلي والهلال هيتلاقي في السودان ولا هيتنقل عشان المشاكل اللي هناك لا هيتلاقي في أم درمان بشكل عادي مصطفى محمد بيقول برضو مش عاجبه أداء رامي ربيعة طيب بصوا جماعة حنقرأ بقى أسئلة وتكون أسئلة مختلفة عن اللي جات ليه فيلر بيغير توظيف اللاعبين في الملعب دا سؤال من سامي سامي أعتقد أن فيلر بيفكر بالشكل دا لأنه هو مضغوط عنده مطش كل ثلاثة أيام بيلعبه الفرقة وطريقة اللعبة نفسها اللي هو بيعتمد عليها الضغط العالي دي بتستهلك اللعبة بدنيا فهو بيبقى محتاج أنه هو يغير من توظيف اللاعبين خصوصا كمان أن الإصابات ابتدت تضرب الأهلي بشكل كبير جدا أنت بتتكلم أن رمضان صبحي أهم لعب في الأهلي اتصاب قبله حمدي فتحي اللي كان أهم لعب في خط الوسط اتصاب فيه فترات غاب فيها برضو أليو ديانج طبعا خط الدفاع بقى عندك سعد سامير برضو مصاب رمي ربيعة بيغيب ساعات للإصابة فأنت بتبقى محتاج أن أنت تغير توظيف اللاعبين خصوصا أن أنت عندك كتير مشاكل في خط الوسط في وجود السلية وأليو ديانج بس أنت ما عندك شرفهية أن أنت تغير كتير فبتضطر أن أنت أحيانا تغير من توظيف اللاعبين وجدي محمد بيقول إيه رأيك في أداء السلية النهاردة خاصة في غياب أفشة متوسط الحقيقة لأن السلية المطشين اللي فاتوا خصوصا ضد المقاولين عمل أداء ممتاز جدا النهاردة هو ما كانش بيقدم نفس الأداء صحيح أن هو الشوت الثاني كان أفضل من الشوت الأول لكن المفترض أن السلية خلاص اتعود على الضغط الجماهيري اللي بيبقى موجود أنا بحس أن السلية بيتأثر في المباراة الجماهيرية ده مفترض أن السلية خلاص تجاوز ده محمود متولي لازم يلعب ده محمد بركات أنا أسف يا جماعة عارف أن فيه أسئلة بس أسئلة مقررة فإحنا بنجاوب على الأسئلة المختلفة شوية إسلام شعبان الأهلي محتاج صانع على لعب أعتقد في وجود أفشة وخلاص عمات موسم الانتقالات تتقفل بس في وجود أفشة وليد سليمان بديله أنت مش محتاج صانع على أبي غير في الصيف الجاي بقى إيه حيحصل لو تعادل النجم النجم سعيتها حيوصل للنقطة العشرة ويتعادل مع الأهلي فده معناها أن الهلال قوت طيب يبقى المفترض هنا أن أنت تبص تشوف الأهلي والهلال نتيجتهم حاملة إزاي لو الهلال كسب الأهلي فسعيتها الهلال حيضمن هو التأهل مباشرة حيوصل للنقطة الاثناشر لو الأهلي تعادل فالهلال هيوصل للنقطة الحداشر ويتأهل مع النجم أحمد عوض لسه فيه قرعة تاني بعد المجموعات فيه قرعة تاني بعد المجموعات يا أحمد حلو قوي السؤال ده أحمد يوسف ناصر بيقول ليه أهل الدوري مش أهل أفريقيا مبدئيا عشان نكون وقعيين الدور المصري ما بقاش هو الدور الأقوى في أفريقيا في دوريات دلوقتي أقوى بكتير جدا مننا أول حاجة أنت بقى لك فترة طويلة بتلعب من غير جمهور فده أثر على شخصية اللعيب المصري وأثر على أداء اللعيب المصري دلوقتي أنت ما بتطلعش لعبين دوليين ولعبين يقدروا أنهم يتعاملوا بضغوط فبتلاقي أن الأهلي ممكن عادي جدا يكسب سان داوينز مثلا بما أن سان داوينز لعبه السنة اللي فاتت في دوري بطالة أفريقيا يكسب سان داوينز في مصر لكن لما بيروح يلعب في ضغط جماهيري بيخسر خمسة بيكسب الترج هنا في مصر ثلاثة واحد وبيخسر من الترج ثلاثة سفر في تونس فالدوري المصري الحقيقة حتى كمان زيادة عدد الفرق أن أنت ما بقيتش 14 فريق زي الأول هذا أكيد مؤثر برضو على قوة الدوري لأن أنت في ضغط مباريات كبير جدا الحقيقة أن في نوع من أنواع عدم توزيع عادل للعبين لما كان الدوري 14 فريق كان فيه 14 فريق الحقيقة يعني منهم على الأقل 12 أو 13 فريق بيقدروا أن هما بيقدموا أداء كواس في الدوري الحقيقة أن أنت دلوقتي عارف كواس أو أن الأهل والزمالك وأحيانا برمز بيبقوا فرقين عن بقية الفرق بشكل كبير بقية الفرق متعدلة في المستوى أنت بتتفرج على المتشف عليها حتى لو ما بين الوصيف اللي هو المقاولين مثلا وأي فرق تانية أنت مش متوقع أن تكتو لأن ما فيش ثبات في المستوى ما فيش شخصية للعيب فالأهل والزمالك فرقين عن أي فريق والحقيقة أن الزمالك لما بيتعثر غالبا بيبقى بيتعثر بأقدام لعبيك مش لأن هو اللي بيلعب منافس أكبر إنما اللي بيحصل من الأهلي هو ده الطبيعي إن الأهلي حيفضل أكيد فارق عن أي فريق في الدوري وحيفضل إن هو يكسب أي فريق في الدوري والتعثرات دي لما بتحصل بتحصل بسبب ظروف خاصة مش بسبب إن الفريق ده أقوى من الأهلي أو أقوى من الزمالك طيب السبب إن فيلر بيلعب بقهربا مش في مكانه يعني هو فيلر ما عندوش مكان ثابت للوينج يعني أنت رمضان بتشوفه مكان الشحات والشحات بتشوفه مكان رمضان أحمد الشيخ بتشوفه في العمق وحسن الشحات بتشوفه على اليمين وأحسن بتشوفه على الشمال وجونيور أجاين نهاردة بيسجل من العمق ومعندوش مكان ثابت للوينج الأهلي كان مفتقط حد يمسك الكرة ويلعب الفرقة ده معاوة دعماد دي حقيقة فعلا وده غياب أفشا بصوا يا جماعة هنأخذ يعني في حالة وجود ثلاث أسئلة مختلفة هنأخذهم ويبقى هم دول آخر ثلاث أسئلة بس يكونوا مختلفين أبو ريناد تفتكل ليه أفشا برق قايمة مش كان هيحلي مشاكل كتير النهاردة أعتقد أنه هو حيلعب أساسي في ماتش الهلال محمد مندي مش عارف أقرأ على فكرة تزاسق شكرا يا محمد تسلم إبراهيم زاهر تفتكر الأهلي حيلعب خطة ايه في السودان هل استحواز ولا هجمات مرتاحة ده بص إبراهيم هو فيلر مغيرش طريقته في كل الماتشات اللعبية حتى ماتش النجم الساحيل اللي خسره هناك واحد سفر لعبه بنفس الطريقة الأهلي مع فيلر بيلعب ضغط عالي وبيعمل نوع من أنواع اللا مركزية في الهجوم وده نفس الإسلوب اللي حيلعب به وإحنا ممكن دلوقتي عادي جدا أن نحط التشكيل مع بعض اللي يبقى مختلف بس أعتقد أحمد الشيخ وأفش أعتقد أن أفش هيلعب أساسي ماتش الهلال وأحمد الشيخ هيعدك إسلام عثمان إيه رأيك في أداء أليو ديونج هاليا إسلام أني جاوبتك بس هو بدأ الماتش بشكل مش قوي بعدك هتحسن بشكل كبير وزي ما قلت لك أنقذ هجمة كانت خطيرة جدا من كريم لأريبي بسرعة ارتداد ممتازة جدا منه طيب السؤال الأخير حودة أبو ضيف بيسأل صالح جمعة ماشي ولا لا بص يا صالح هو فيلر أعلنه صريحة صالح جمعة ماشي من الأهلي مش هيكمل معاه وملوش مكان في خطته لكن المشكلة دلوقتي ومع قرب يعني نهاية فترة الانتقالات الشتوية صالح جمعة مجالوش أي عروض فبالتالي الأهلي مش قادر أنه هو ياخد قرار بشأنه فما تعرفش في النهاية هل صالح جمعة حيمشي بفسخ تعاقد ولا هيقعد مع الأهلي على الأقل لحد الصيف وساعتها ممكن مجلس إدارة الأهلي يقنع فيلر أنه هو يدي لصالح جمعة فرص أو صالح جمعة نفسه يقدر أنه هو يقنع فيلر أنه يستحق الفرصة شكرا جدا لكم اتبسطت بالدردشة دي معاكم مبروك لكل جمهور الأهلي وإن شاء الله في السودان الأهلي يقدر أنه يخطف بطاقة التأهل ربع النهائي ويكمل المشوار مع الزمالك كنت معاكم أمير عبد الحليم وأشوفكم في لايف جديد تاني إن شاء الله